هل الصحافة الورقية لزوالي؟ آه للأسف انت بتتكلم في العالم ولا في مصر؟ في العالم وفي مصر لا في العالم حلوها شوية بتكامل الوسائط الإعلامية مع بعض يعني بمعنى طريقة البي دي اف وطريقة اطباعة كذا وطريقة الديجيتال تكامل كله مع بعض لكن اعتقد ان التجربة دي قاصرة في مصر حتى الان بسبب ان الصناعة نفسها الى تقهكر الى تراجع حتى المهنة ما بقاش فيها في اجيال جديدة بتتعلم لانه الاجيال الشباب الجداد يعني جي للمصر اليوم ده اللي مال الصحف والقنوات التلفزيونية دلوقتي ومن سنين اتعلم بالعمل الميداني بالشغل اقعد كن فاكر ان حد مننا ممكن يعلم صحفي شاب على صبورة او يقعد يشرح له نظريات مواجهة متعلم اكاديمي من الجامعة الشغل اللي بجد المهنة هي اللي بتعلم في الميدان لما يبقى بقى الصحفي بعد كده علشان يشتغل في الميدان لازم ياخد تصريح مسبق يبقى هتعلم ازاي هتعلم ازاي هتعلمه ازاي هو اقعد في مكتب ده لازم يشتغل صحافة والصحافة يعني شارع علشان كده المهنة في تراجع والصناعة في تراجع اكتروا اشتركوا في القناة